افتتح سعدة سيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة منشأة تصنيع ديلا إسبريسو بحضور سعدة سيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قطاع الصناعة بمختلف تنوعاته ومجالاته ووفق متطلبات السوق المحلية والإقليمية والنهوض به وفق المعايير العالمية وأكد سعدة وزير الصناعة والتجارة أن دعم الصناعات الوطنية وتشجيع تنافسية المنتج الوطني ينعكس على تنويع واستدامة الاقتصاد ويعزز من تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والمتمثلة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ وتحقيق التنمية المستدامة وفتح فرص جديدة للاستثمار والتصدير وخلال الجولة في المنشأة اطلع سعادة الوزير على مرحل الإنتاج واستمع إلى شرح مفصل حول كيفية تحقيق منشأة التصنيع للجودة العالية في منتجاتها معربا عن اعتزازه بما يقدمه القطاع الصناعي من مبادرات طموحة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي مؤكدا دعم الوزارة المستمر للصناعة المحلية وتوسيع نطاقها التسويقي وصولا للأسواق الإقليمية والعالمية من جانبه عرب سيد خالد علي الأمين رئيس مجلس إدارة دالاس بريسو عن سعادته بافتتاح المصنع الذي تم توسيعه حديثا بما يسهم في تنمية الصناعة المحلية مثمنا الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بعد افتتاح هذا المصنع رح يكون لناك فرص كبيرة إن شاء الله وتشجيع كثير من المستثمرين في القطاع الخاص إنه يحدو حذو الإخوان في أصحاب هذه المصنع لتطوير المنتج المحلي بالأخاص التركيز على الإنتاج القذائي واللي هو يصوب في استراتيجية العامة للدولة اللي هو طبعا الأمن القذائي والله اليوم سعيدين بافتتاح مصنع دالاس بريسو المصنع اللي هو يعمل القهوة المبتكرة والحمد لله وصلنا إلى أسواق خالجية ونطمح إلى نوصل إلى أسواق عالمية المصنع ينتج في الشهر حوالي خمسين لستين ألف قهوة وتباع كلها هذه المصنع اللي هو يعتبر الرابع هذه السنة من مصانع الأخذية اللي نفتحها وإحنا إن شاء الله على وعد أننا نفتح مصانع أخذية أكثر فإحنا فخورين بالفريق العمل اللي هو هنا وإحنا نتلقى كل الدعم من الحكومة الموقرة وبتوجيهاته من سيدي جلالة الملك المعظم إحنا نحاول في دالاس بريسو ننتج أكثر من 26 نوع من القهوة والشاي حق نوفر للجميع النكهة الخاصة فيهم اللي متعودين عليها